تبقى غريبة على فكرة انا مش فاهم ان النسبة بتفكر ازاي او فيه جيل طلع بيفكر ازاي اكتر من مرة بنسبة عن قصة حب تسيبك من قصة حب بنسبة عن واحد تقدم لوحدة فلما الاهل يقولوا اسباب منطقية ان هو مش هينفع ان يتجوزها فقرر ان هو يضرها مرة بقى اللي بيقتل ومرة اللي بيزيها بشي ان الواقع اللي احنا فيه دي اقع غريبة شاب راح يتقدم لبنت وهو عنده 18 سنة فالاهل يقولوا استنى لما تقبر لما تقف على رجلك تخلص درست الجامعة قال لها مش هتبقى لحد غيري ورمع لوشها مية نار هي وجدتها خلينا نعرف خلينا نعرف ايه اللي بيحصل وخلينا كلنا كده ايه نفهم ونجمع ونستنكر ونقول لأ ونفوق ولادنا ونعملمهم ونربيهم يعني مش زنب بنت انها قالت لأ مرة تقتل ومرة تاني تقتل ومرة تاني تقتل ومرة دلوقتي تشوه يترمع لوشها مية نار ماهو احنا رايحين لفين بقى ازاكي اسراء عاملة ايه ازاكي اسراء احكي لي ايه اللي حصل محمد ده جي تقدملك صح من قد ايه من اربع شهور وايه اللي حصل تعرفيه قبل كده شفتيه قبل كده شفتيه بفرع شفتيه بفرح واحده صحبتشيه واقع مازون في الفرح ده اه فهو شفني هناك وبعجبه مستشار يوم قلق بابا فبابا قال له احنا نسأل عليك الأول نشوف انت كويس ولا مش كويس اه فبابا سأل عليه اعرف النوبة مشاكل وعامل مشاكل كثيرة ومعجران كثيرة مشاكل كبيرة مش مشاكل صغيرة فهو قال له ماشي بابا جي راحوا هناك وقال له انا عرفت ان اه وبابا عرف نوبة من مشكل فقال له انت كل شيء اسمه نصيب وانت اخوه وهي اخطف وقال والد وقفني في الشارع بعدها قال لي انا ابني قدام عشر سنين وانا مش مستعدة ان انا جوزه بالوقت لاني في واحد ابي عايز اجوزه فانت ما تقولوش ان انا قبلتك وما تقولوش ان انا قبلتك ان انا كلمتك في الشارع وقال له بس ان انت مش موافقة عليك قال له ان هو ان انت ستكمل تعليمك قال له ان عمك توافق قال له اي حاجة يعني اسراء ولا تعرفوا بعض ولا في قصة حب ولا في اي حاجة ولا اي حاجة هو شافك في الفرح وخمستاشر يوم ودلوقتي لامة اليلية لامة هازيك طب قلت له ايه بقى لما ابو قالك كده انا قلت له كلام ده قوله لابنك انت جيب تقول لنا الكلام ده واحنا ولا مخطوبين ولا جيب ولا قريب فتحة حتى قلت له الكلام ده لابنك ما تقوله ليش انا انا واحدة يعني ما اعرفهوش اصلا عشان يعني كنت رفضاه قل انت الكلام ده لابنك ابنك هو اللي بيضيقني ابنك هو اللي بيبدل عمال يقول لي انت لو مش ليا مش تبقل غيري وانت لسه مخلصة مدرسة جايبها ستة وتسعين في المية انا مفروضة بقى ادخل لتجار عينشانس وهم خافوا ودخلوني كمان كلية بتاعتي عشان هو ما يروح ليش هناك يتعرض لي او يضيقني هناك فقالوا لي عادي استنادي وقدم استنادي وكان بيبعث لك ايه اسرا كان بيقول لي الملك اختي وهي راح الدرس قولي لاختك لو ما وفقتش علي وانت لو ما وصلت لهوش الكلام ده انا هقتلك وهقتلك وهقتلك اختي بتيجي البيت خايفة وتبدأ الضعاية وتقول لي ده هيقتني وهيقتلك ماذا حصل اليوم الواقع بقى يا اسرا هو كان معدن الشارع بأزيزة في ايده ودخل الشارع ندى لواحد صاحبه نقارج فأنا فاتحه محل بقلة وكذا وبنجيب شوائد خدور نحطوهم برا فرشين وكذا فواحدة جاي عايزة تشتري طماطم فأنا ايما وزنها هو جاي من داري وانا بوزنها بيقول لي انت عايزة ايه انا برفه بديله وشي رح هدف مية النارة على جنبه وشي هانا قدت ايدي على وشي رفه من يمه التانية والدني من يمه التانية فأنا بعد وشي بتيسيح في ايدي والخان خارج من وشي ورحته فضيعة رحته غاز فأنا في دلتا صوت من وشي وكنت خايفة وكمان دخلت في بقى والناس فين؟ الناس هو بعد ما حدفني وانا بصوت تتا اي ما بتجري علي رح حدف عليها يا كمان ويجري الناس ترعد تجري وراه في اللي يجري وراه في اللي فضي الوقيف معانا بينسكني وبيقومني كيف مية النار دخلت في عيني ما كنتش كيف عيني بيدا خالص مش شايف اي عجا خالص قدروا لي الاول ماما فضلت له عليا مية لحد لما خلاص باقدها موت في ايديها مش قدر اخد نفسي قدردني ويجرينا على العيادة هناك في اول اللي احنا العيادة عندما رحنا العيادة الدكتور عم حطي لي مية ملحة على وشي وفي عيني وقال لي وحنا هناك وبيسألني بيقول لي وانت عينيك ملونة قلت له عني رحك خلاصة انش شايف فاناك قدرت عيادة وصوت وشي الدكتور بعد كده علق لي محالين عشان اعطا بعد كده ودني خلصينيك ونزلنا رحنا على مركز اليوتر قولنا عنك مهجر وبنس ساعة كان موجود قدمي وتقبض علي بعدها بنس ساعة تقبض علي حالك يا امي كنت مع حافتك يوميها على الفرشة فرشة الخضار بالبيئة اه يا حبيب فاتحين مرحب بك الاول اهلا بك يوم احنا بتقبض علي محل احنا قدرت في محل الى احد مرة الاول وعاد اخرى حتى يتأكد ان والدها ليس موجود فكان ابن سعدتها في الشغل لم يكن موجود كنت انا وهي اللي قاعدين وصبح مدرسة كانت ام اسراء تحضر هدوم المدرسة للأيين اللي طرح المدرسة وأنا قاعدين وهي هناك واحدة تقول لنا اريد كدو طباطن فأنا كنت قاعدة على الكرسة وصولها لماذا ام اسراء امي ايه؟ ام اوزني قامت اوزن العائلة دي فهو عاد الشريح نحن في شريح ساد ندى نرواقل لأحد صحيح ندى حس واحد فهو يرمي بطم فهو لم يجد رد عليه ورحوا قاعدة الاسراء ونحرم عليها مية النار ونحرم عليها مية النار اولا ده في ازازة كبيرة بتاعت بها فلما رأي عليها انا مفكرت ان لما قدتها توتت رحت انا اي مجري عليها فبقول له اخس عليك اخس عليك ده هي اختك هي اختك نحرم عليها فقال له خذ يا حاجة ورح ما انا اوين في الجنب ده انا حاسيت ان انا عامية من الشاي خلاص ومش شايف حاجة فقام علينا في الشارع مسكون وكده بقى كل رقي كل رقي انا لي ابن ميت لسه تنيمه العيد فانا كله بيعمل كان قبلي من كده برده كان عامل معانا المشكلة ومثل في امه اسراء وبعدين اتجي امه يعني سلات اربع خمس فجالة كده بابوه بعمه فجم فرضوا الموضوع معلش حاجة ما تتصلش الكلام يعني لابوها وكده وحقك علي يعني محمد ده جيت خانق معاك يابل كده اه ضربها اه ضربك اه كل ده عشان انتوا رفضوا البنت اه احنا بقى ايه فلما ضربت مردت ابني فهو كان جاي اصلا انت هاجم علي انا في الاول يقول انت اللي ميت علي مش عارفة يقول يا ابني حد الله حد اللي ما عملنا ولا عندي لموض ولا مقال لي ابني مكان ما هو فانا حرفت له على المصحف قدام الرجالة فابوه بقوله تأسف قال له لا ما تأسفش الحد فقلت له خلاص يا ابني انت كل شقصنا ونصيب وهي دي اختك وانت اخوه وانت ادلت على ابني عشان خطر لو هو بحرق قلبي ثاني يوم طبعا هعمل ده رخر يروح رخر ده عائل متشرد وعائل بتاع مشاكل ده 18 سنة ايوه بس ايوه بس موضوع حيك والد اسراء انا والد اسراء هو كان يعدي بيهدد اسراء يمشي من الشارع من قدام المحل يريب في مطوى كده يقعد يعمل في المطوى لمس بانتلون ترينج ومطلع نص قطر بره قطر في جيب ومطلع نص بره هو ده وانا مكنش عارف حاجة عن الكلام ده وانا حكالي بعد الحادثة بتاع اسراء انه هو كان بيهدد بنتي الزغيرة كمان اللي قولها قولي لاختك انا عندي تلات بنات انا عندي اربع عيال تلات بنات تم يقولي لبنتي الزغيرة اللي ازراء من اسراء تم بيقابلها ويراحة الدرس ويقول لها قولي لاختك ما كنتيش هتوافق عليها انا هقتلك وهقتلها تم بيقعد من الشارع يلف المطوى ايدي وكده مسك المطوى يقعد يلفها كده الكلام ده كله انا معرفش بيه حاجة انه هو كان عمال يهدد اهل بيتي ونرب مراتب بالرجل في جنبها استني بقى دربك ازاي وايه الموقف ايه اللي حصل اللي حصل ان هو كان بيمسك في امي فبعدين انا بقوله ايه دا انت جا نفس يوم الواقع ولا قابلها قابلها تلات ارباح تليم بزا اه لقيته جاي يمسك فيها وانا هقضى قدام انا امرنا ما عملنا مش بينا حد اصف احنا في حالنا والناس كلها عرفان تعالي اولي بصيت لقيته جاي يمسك والبيتي فبعدين بقوله ايه دا انت هتمسك في الست التغيرة ففي حد من وراء بيمسكه بقوله عيب انت بتعمله دا هو بيقوله عيب هو بيمسكه من وراء كده حم الدينة بالرجل بالجميع بص ما بقتش قادرة اكد نفسه ولا قادرة اتكلم ولا اي حاجة فبارتنا بظهر الدكتور خدتنا الدكتور وقشف عليهم وكتب لمسكنات بقوله حاجة بص انا ما بقتش قادرة انه ما تكلم ولا قادرة اكد نفسه انا عايز افهم حاجة الف سلام عليك الاول كل ده عشان شافها فرح خمستاشر يوم لجبها لتجوزها لشوه يقول لي انا مش اخليك تنفعي ولا لي ولا غيري ده من مين ده ولا اتربى فين ولا يعني عادي مش تموت اهل البلد عشان اهل البلد هو من اهل البلد الولد من اهل البلد اهل من اهل البلد ما حاكم ان اهل مش حاكم ان اهل الولد اللي عمل كده في اسراء وانتي اخدم موقف مع اسراء ومعادية لا استني بقى فاهميني ايه 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 الوضع ازاي ازاي يطلع ولد تمنتاشر سنة بالشكل ده فاهميني اه يعني هاك ستت مسقفة وستت لك دور مهم هنا في البلد ايه ايه اللي بيحصل ده والله انا عن نفسي اصلا انا مستغربة اصلا انا الموقف كله مستغربة لاني ما عنفيش بلدنا الكلام بلدنا انا وضع دايما على ان اهل الشوفراء دول الناس الجدعان الناس انا ونفس انا ونفس الاسراء لما كان ولد يعاكسني ولا انت مش اخذ بلدنا لا ده بنت فليه لا ده جارتنا لا ما ينفعش ود على ده انا اتربيت على ده اللي انا بشوفه ده بصراحة هي حاجة غريبة غريبة انا اول مرة اشوفها في بلدنا انت واكتلي انه اصلا الولد ده كان بينزل بوستات انه هو انه هو ماشي في الدنيا بدراع وانه هو انا حبيت عرب تقليني طبعا انا بعيد شوية عن المنطقة بقى لي فترة فعايزة اعرف الولد ده ازاي يوصل لك وهو مين ده اصلا وايه ايه سلوكه بيعمل ايه فهو اصلا قفل الصفحة فدخلت عن طريق ولد تاني من عندهم بلقت الولديني تليفونك فورهولي فبصيت لقيت البوست كتب بعرف اشيل سلاح وبعرف اعمل مشاكل بس عندي حلم واهلي مش عايزين يبقى سواه يعني انت ضرت نفسك وضرت اهلك وضرت مستقبالك ده طفل ده 18 سنة اه بقى سواب صح انا اصلا بقى سواب اه اودة وصلا ومباح وحمام صوارين جدا مش عايب مش كده لا هو عادي جدا بس انا انا يعني انا انا استقبلتهم عندي علشان حضرتك انا اتجعش للدوشة بقى انا اقول صراحة طب وبعدين يعني موقف اعملت ايه في اهلي الولد المباحث اعملت بضرعه واتقبض عليه نص ساعة اه بصراحة انا بشكر بشكر المباحث وبالاخص بصراحة يعني رئيس المباحث بحترمه جدا ما هو احنا دين بديمش المرة الأولى اسراء للأسف لو كان لو كانت عاكب اللي قتل نيرا ما كانش حصل كده مع اسراء للأسف لو كان فعلا في محاكمة سريعة للعمل كده في نيرا ما كانش حصل كده مع اسراء وغيرها سيحصل وحيحصل موقف احصل انا اريد ان اردت بصورة اسراء لكن انت امر في الحالة اخرى انت بنت جميلة لو اوعى الحصل يوقفك عن اي حاجة هذه سورة اسراء قبل وبعد قبل وبعد يعني اللي بيحصل اليوم الاسراء هي مشكلة تربية في بلدنا على فكرة خلينا نربي ولادنا ربي ولادكم ربي ولادكم متطلقوهاش متطلقوهمش على ولاد الناس وبنات الناس الفكرة دي جات منين حسب يا الله ونعمل وكيل في كل واحد صدر فكرة ما جبتش واحدة جبها بدراعي اضرها جبت وده منين ده جي منين ما تربناش عليه ولا في افلام ولا مسلسلات ده الواقع بقى مرعب يعني دولة ومؤسستها عاملة دخلية عاملة اهلم ربي يا بناتها الشباب ده ظهر فين وليه ما حبيتش اجيب واحدة اتباحة ما حبيتش واحدة سنة في مدخل تسلم وقتلها ودلوقتي قابلها في اسبوعين بقت قصة حب خلاص بقت حب عمرك جايبها ستة وتسعين في المية وخيف تروح الجامعة بسبب انها قبلتك بالصدفة بفرح ده كوميدي والله على العظيم الواحد لا يصدق انت ده الوقت انت هتروح الجامعة على فكرة ولا انت ايه انت حطت ايه في بالك انت وقفت حياتك ما قالوا لي اعودي السنة دي عشان وعشان ما هيتعرض لك ما خلاص اتقبض عليها اسراء عشان ويش احنا نهاردة مع مؤسسة اهل مصر حيتم علاجك معاهم باذن الله وهي مؤسسة خاصة بالحروق انت والحجة باذن الله يا رب ومش هنسيبك وهنقف معاك لغاية ما هتقومي وانا شايف في الصور يا بنت انت بنت جميلة واو اتفقري وده باذن الله يا رب هيروح ده هيروح بس ما تقدمي السنة دي وقفت لي يا اسراء يعني اقديمي في الجامعة وبالتماس طبي هتقعد تدريسي اول سنة من البيت نحاول بس بعد ان خلصت الجنب في واسف واسف الاول ما يعمل دي نهاروح اهل محمد بيحاول اتواصله معاك واهل محمد بيقوله اهل محمد عمله معاك يا اسراء جميلة هو الاول اتصلت بي بس اول معالية ودت اهل راح تنزوجي المعرض وناس من قل البلب برضو قريبا راح تنزوجي المعرض اللي هو بلاش جميلة تكبر الموضوع احنا نعمل قعدة عرب وهنجوزه البنت وهنجوزه البنت وهنجوزه وهنجوزه خمسين الف تقريبا وهنجهزها وخلاص متصالح مع بعض ويتنازله عن القضية طبعا انا الاول في البداية خلاص انا روحت الواقل قلت له ايه اللي حصل مع بنتك واعدة عرب ايه اللي هتتتعمل ويا واقل ما توفيش ها موضوع لا متوفيش علي ازيع بنت كده انا راضيك بخمسين الف كون لك على حاجة يمكن محدش يعرفها ان واقل ممكن يخضع فعلا ان هو يعمل قعدة عرب بس السبب واحدة ان ده من اهل البلد هو ترخيط ثوانيا طبعا انا قلت له لا يا واقل ما فيش الكلام ده فيش قعدة عربة تاني راح ايلي طب انا لو ما عملتش كده انتي هكوني بظهري انا الكلمة دي لما واقل قال هالي انا تحرق دمي ايه اه اه انا انا تحرق دمي افضل ما حصل كده قلت له يا جميلة دي لوقت هتتقلب علي وانا الوحدي معيش حد انتي معايا قلت لي لا يا واقل انا قدامك اي حاجة تحصل معاك يا واقل اديهم رقمي وانا اللي مني ليهم ملكش انت دعوة خالص واطلع انت برا الموضوع ولا المستدرارك يا واقل طب باذن الله يا رب يعني ربنا يا رب الحمد اللي قدر الله ما شاء يفعل خلينا نبص على الخير اللي ربنا بعته في الازمة دي الحمد الله عنك يا سليمة الحمد الله لسه بصحتك الحمد الله يا رب وعمرك قدامك ربنا احميك يا اسراء ويكتب لك الخير يا بنت ويفتحها عليك انت بنت جميلة واي كان الحروق ديت باذن الله يا رب باذن الله يا رب لي احل احنا بالنشد مؤسسة اهل مصر لو سمحتوا احنا النهاردة في اتصال ما بينكم بنحاول نكرمكم الصبح قبل ما نيجي النهاردة هنعيد تاني الاتصال اسراء وجدتها في رعابتكم اما محمد فارجوا من كل مسؤول في البلد وحكومتنا المحترمة والقضاء العادل والقضاء المحترم في بلدنا وزارة الداخلية بكل الدعم عقاب رادع لمحمد والقاتل نيره والكل الناس اللي بيتسول لها دمخة بقى ما عنده عقل ما عندهش عقل تحت اثير مخدر تحت اثير هباب أزرع على دماغه اي تحت سن قانوني اي شخص يقوم بإجراء عنف تجاه بنت من منطلق بحبها نفسي فيها عايزها مشلية الغيري عقاب رادع لا محالة ولا تعاطف ولا اختلاف لا تنقل لا تنقل الصورة ولا تنقل الواقع والواقع يجب ان يتم تغييره انا اريد ان اقولك الحاجة كانت بطول اطفال ايتام وهما ولاد اخ واقل واللي كان اصلا مريز بمرض وحش وكانت وغضى كروض وكروس عشان كانت شغالة في المحل ده لأصبحت قعدة اصلا اللي عارفة تصرف على الاطفال الايتام ووائل قعد من شغله بسبب اللي هم فيه اطبعا كله خايف انا عارفة ان واجبنا كلنا نحية الاسرة ان احنا نقف جدا بس انا انا بقول لأهل بلدي انا اللي انا منها ان انا بتعشم فيهم ان احنا اولى بهم لانهم عايشين وسطنا والناس دي لو ما حسيتش بالامان وسطنا يبقى احنا مش بناءة دولة اسراء الف سلام عليك انت بنت جميلة في كل احوالك ولازلت جميلة حبيبتي وهشوفك باذن الله كمان فترة وليلة جدا وانا مش هسيبك وهتخش الجامعة وهنفرح بك كلنا ودايما تسمعوا خير عن ولادكو ربنا يا حمالكو يا رب انا بشكرك